خلينا بقى نكمل كلامنا عن مباراة مبارح ومباراة الحسم للمنتخب المصري قدام منتخب السنغال في الصعود لمونديال قطر 2022 للأسف مبارح خلنا التوفيق والمنتخب السنغالي هو اللي اتأهل والمباراة انتهت بفوز المنتخب السنغالي بدربات الجزاء الترجحية الحمد لله رغم كل ظروف اللي شفناها في العاصمة السنغالية ديكار إلا أن احنا لسه بنقول أن عندنا منتخب قوي وقدر أنه يعمل إنجازات في المستقبل في المستقبل إزاي؟ ده اللي احنا عايزين نسأل عليه هل عندنا أخطاء كده لازم نتدركها في المستقبل؟ هنعرف هل كان فيه دروس مستفادة المفروض نقراها كده من الشرط الأول ونتعامل معها في الشرط الثاني؟ هنعرف مشوارنا القوي اللي شفناه في الأمم أفريقيا وتصفيات كثير عالم هل المفروض نكمله بالشكل ده؟ ولا يحصل حاجة تانية؟ برضو هنعرف كل أسئلة دي هنجاوب عليها معظفنا في الستوديو النقد الرياضي الأستاذ عثمان إبراهيم صباح الخير عليك صباح الخير عليكم طبعا وكل مشاهدة صباح الخير لمصر سعيدة إننا معكم النهاردة كان في السنة يكون يوم احتفالي وبالتأهل لكثير العالم لكن الحمد لله كل شيء نصيب وقدر الله ومشاء فعل يمكننا بس الكورة القدم كورة هي دي كورة القدم وسينارياتها بتبقى شوية قاسية فعلا حقيقي تعشمنا في كثير أم أفريقيا لكن طبعا خسرنا وقت برضو بركات الترجيح بعد مشوار كان صعب وطويل جدا جدا كان في عزيمة عند اللاعبين نحن بقى نعوض في تصفات كثير العالم من سوق حظرنا نحن نقابل أقوى فريق في أفريقيا في الوقت الحالي وجيل دهب المنتخب السنغالية قد يكونه أقوى جيل في تاريخ السنغال كلها ورغم كده برضو عفرنا معهم لآخر لحظة طب ليه تعشمنا وليه مكسبنيش؟ لا تعشمنا ده طبيعي إن إحنا في كثير أم أفريقيا تحديدا بدنا منتخبات إيلا قوي قوي سواء كوديفور سواء المغرب سواء كاميرون صحبة الأرض وبقى كده السنغال خلينا نشوف المنتخبات اللي لعبناها دي المغرب والمغرب الكاميرون السنغال دور التمانية قبل نهائي نهائي الثلاثة في كاس العالم منتخب مصر تفاق عن مغرب وتفاق عن كاميرون واخسرنا من السنغال بركلات ترجيح عشان نتكرر نفس السنغال ومع سنغال تاني بقى إحنا مستوانة مش بعيد عن ثلاثة منتخبات تصوى كاس العالم منتخب كوديفور بالمناسبة كان بلاعب فرنسا من كام يوم مباراة ودية وكان في تعليق لهو جولوريس حارس منتخب فرنسا وقال ده مستوى كوديفور اللي مش موجودة في المرحلة النهائية في تصفات كاس العالم معنى كده أن تصفات أفريقيا أقوى تصفيات مؤهلة لكاس العالم حارس منتخب فرنسا ونالي تتنامي الإنجليزي بيتكلم هتصفات أفريقيا لما شاف مستوى كوديفور اللي ما وصلتش لمرحلة نهائية تصفات كاس العالم الكورة جوين أكيد لأ لأصده أن احنا فعلا في نتائج فعلا التصفيات صعبة جدا 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 اتعشمنا ليه عشان احنا وصلنا لآخر خطوة لكن طبعا زي ما قلنا من شوية هاي دي كورة القدم يفوز يخسارة في كل أحوال يعني المتخب مصر نوعا ما قدنا لعيننا أكيد في أخطاء سواء أخطاء فنية أو أخطاء تركمات حصرت قبل كده ودفعنا تمنها في الوقت الحالي وده اللي احنا عايزين نبص عليه يعني المرحلة احنا فيها دلوقتي مش عايزين نهد المعبد على رؤوس الجميع احنا عندنا تيم كويس في بعض الأخطاء والديفوهات اللي ممكن تتصلح عايزين نشوف اللي قعنا فيه وخلطنا فيه قبل كده عشان ما نكرروش الفترة الجاية ونبني عليه لان احنا على الفكرة احنا في شهر تلاتة في آخر تلاتة احنا بقى شهرين ونص وهتبدأ تصفيات المؤهلة اللي كده هم أفريقي وعشرين تهتا وعشرين يعني احنا مش عايزين نهاية للدنيا وفجأة نتزنق تاني ونكرر نفس أخطاءنا تاني كلامك منطقي بالورقة والألم كده ايه الأخطاء في المباراة الأمس بالورقة الألم مبارح ماتش مبارح احنا طبعا احنا كان بعض سوق حظنا الهدف المبكر دخل في المنتخب مصر المشكلة فين؟ الناس عادة تتكلم على التشكيل، تتكلم على الأداء، وا 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 طب، ناخد بالنا إن المفروض الفريق مثلاً يوصل قبل اللقاء بساعة ونصف، يوصل للملعب قبلها بساعة ونصف متخب مصر دخل أرض الأستاذ قبلها بخمسة واربين ديئة كابتن واقل جمعية كان بقى الأسباب، المسافة طولة من الفندق للملعب، من زحمة في الطريق وطبعاً هي عاصمة زي عندنا العاصمة وردو فيها وقت بتبقى زحمة، وده ماتش طبعاً ماتش كاس عالم فاكيد دنيا زحمة أكتر هل ده ماتعمتش حسابه؟ بغض النظر عن الحاصل، المنتخب وصل متأخر ساعة لربع فقط قبل الدخول لملعب المباراة غلطت مين إنه يوصل قبلها بساعة لربع، معلش؟ لأ ما ده غير التنظيمي طبعاً غير التنظيمي، إن مفوض أن تعمل حسابك لمسافة من الفندق للملعب بتاخد وقت قد كذا يبقى تحركه كذا عشان يوصل وعلى فكرة ده بيكون في بروتوكول المباراة في الاجتماع الفني قبلها بيوم، يكون مذكور الكلام ده كابتل نوع الجمعة، ما بيحصلش زي ما بيحصل عندنا في مصر كده بنوسع الطريق وبنبلاع مالحلات معينة دي بقى نوط غريبة، يعني ننتخب السنغالي ما جيه هنا، تأمين كامل، راح الملعب في أرياحية كبيرة جداً جداً، الفندق ما كانتش فيدي عن الملعب على فكرة وإحنا الحمد لله مرضو بسم الله بلدنا فيها فنادق على أعلى مستوى يعني مش فحتاج أنها يوديك فندق بعيد عشان ده مستوى راقي عشان يبقى أنت تعيش لا بالعكس ما شاء الله مليانين فنادق على أعلى مستوى يعني على مستوى العالم كله كمانا مش مستوى مصر بس عظيم بأسماء اللاعبين بقى اسم اسم كده ده أدى الدور اللي عليه ولا لأ كله ما نعايز قبل يوصل للعبين عشان مظلمش اللاعبة ولا كيف ما عايزين نلحق نوصل للعبين؟ لا نوصل فالمنتخب يوصل متأخر جدا ساعة لربعا معادو كابتون الجمعة حيوم على مراقب المباراة هو يأجل اللقاء ولو نص الساعة لكن بكل أسف المراقب تعنت وقلق مش يحصل تعجيل لللقاء معين إحنا عدنا العشرة ونص بعد كده في المباراة يعني كان ممكن تتأجل فاتفضل لا لا عفوا أنا بتكلم في نقطة إن هي الأسماء كل واحد محتاجين يعرف عمل إيه وعملش إيه عشان يقدر نقوله بس الفكرة نصده إن الظرف كان صعب جدا جدا بدأنا المطش من غلط طبعا خطأ سازج من أحمد فتوح الباكي الشمال المتاخب مصر يعتبر هو رصانع عن هدف بتاع السنغال الكرة لو كان سبك هتطلع ضربة مرمى أو كان يشاتتها بشكل أفضل من كده فدي كانت أول غلطة سبقها طبعا تدخل غير مبارا من عمر جابر فاتحسب فاول علينا في منطقة خطر وإحنا منحذر من المنش الزهاب بلاش الفاولات حوالينا في منطقة الجزاء فطبعا دفعنا تمن خطأ الباكين سواء عمر جابر في عمل الفاول أو أحمد فتوح في عدم تشيط الكرة بشكل سليم يعني بعد كده كمان طبعا داخل فينا جون بدري الدنيا الدربكة تلحماس أكتر في المدرجات إحنا الفرقة مش عفت لم نفسها هنرجع لحاية التشكيل بقى وكيروش كان ممكن أن يعمل إيه وناس كتب تقول كان بدأ بيزيزه أو 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 هنرجع أقول تاني السيناريو اللي حصل إنباح لو ما دخلش فينا جون مبكر كان كله أقول لك يا سلام شوف راجل اختار إزاي وعمل إزاي لكن إحنا فعلا يعني فيه سوق حظ غريب جدا جدا نطلق من داخل مصر خصوصا من خط الدفاع أنا مش عارف ده يعني حد عاملنا عمل في الدفاع ولا إيه استغرب جدا رامل ربيع يتصاب في أول ربع ساعة شد عضلي ويخرج اللي عمل إنت لسه جايبه عشان محمد عمينام يتصاب ولنشه موقوف اتصاب بعدها عمر جابر تدخل عنيف جدا 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 والفار يشوف الكورة والكورة ترقى إلى درجة الكارت الأحمر والحاكم يضغض عنها تماما عمر جابر ماكملش مطش لأن إصابة قوية جدا جدا في الكحل أدي إصابتين وتغيير تغييرين الترونين في أول اللقاء بشكل مش طبيعي والإتنين في خط الدفاع كأن النحس مستمر معنا في خط الدفاع ده نحس ولا سوق إدارة لأ منوش عن إدارة اللعيبة إصابتين منعني إصابتين وشايفهم بعيني أطلع ونزل حد مناسب يعني حلقة الأولية ده احنا فاتوح أنا لما نزلت لعيب طويل شوية حيسد معانا يعني إحنا إدارة الماطن أنا وجهة نظري لو نكلم فني لو نزلت لعيب أساسي مع فريقه فبيحتك فبيلعب فرجله رايحة جاي عالكورة برضو غير لما بيبقى لعيب مرايح شوية مرايح شوية الرجل ربما فكر إنه رامي رابيعة جسمه كويس طويل هي في تعامل مع كرة طويلة تتفسيرها لكنه مش أساسي مع فريقه بكلم في حتة دي بس أنا لو حطت نفس مكان كيروش وحطت يسر إبراهيم مين أكتر واحد دائم جنب يسر إبراهيم؟ هو رامي رابيعة اللي مع فندي أهلي لعلي جبر وعلي محمود علاء وطبعاً على فكرة الحتة دي أو المساحة دي فيها مشكلة كبيرة اللي صابة العضلية اللي حصلت مبارح دي ما تقولناش إن هو مكانش مستعد كفية وارد وارد وعالفكرة ممكن يكون ضغط عصبي برضو وارد ممكن يكون إحنا ما عملاش إحماء كويس إحنا بنقول وارد هو بقى كيروش عنده الإجبائي بس قلت حاجة بقضة الظروف مركبة دا اللي بأتكلم في إن الظروف كانت مركبة مبارح فكرة المتاخبص المتأخر ربما عملاش إحماء كويس فدينا تكتو دي برضو مش طرد يكون العيب من عندنا النازل ما تشوف الصورة كاملة عشان ما نتبحش العيب وراد بح مدرق وعندك العيب كبتالع في المركز غير مركزة أنا بقى لو أتكلم فني مبارح كان المفروض عندك مرموش وعندك صلاة وكنت حتى بتكلم أجمعهم أصدقائنا كده بين المطشين قلت أفضل طريقة نلعب بقى السنغال هناك إن احنا نلعب ثلاثة أربعة ثلاثة حمدي فاتح يرجع لورى ومعاه اتنين مساكين وقلت تحتين يكون آيمن أشرف وياسر إبراهيم وسبحان الله سيناريو المطش لما تلعب وحصل تغييرات اللي عملها متخب مصر في شوية تاني الكل خد بالله إن حمدي فاتح يرجع بقى ليبرو ورا وآيمن أشرف طبعا نزل قدرا بعد إسامة رامة ربيعة ولعب بثلاثة وراء أنا كان رأيك إن البداية تبدأ بكده بليبرو اللي هو حمدي فاتحي واثنين مساكين ولعب يمين وشمال إمام عشور مبارح لما كان عمر جابر قد مبرارة قاعة جدا 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 ممكن غلطة أو غلطتين لكن غير كده إمام عشور قد مبرارة كبيرة جدا 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 وبيعرف يوفى على كورت وعنده ثقة بنفسه ودي كنا مفتقدانها في ماتش مبارح التغيرات اتعامت في شئ تاني التلات تغيرات اللي مع بعض لما نزل زيزو تحديدا ودونجا فوى الملعب شوية زيزو لا فوى ملعب كتير ومصطفى محمد كمان بابه هي كانت فترة زمنية يعني هو ومصطفى محمد كانت فترة زمنية أصورة جدا جدا وصنا هتجزو فرصتين منهم واحدة كم ممكن يجيب بها تعادل ويقتل المباراة لكن زمنا هو مفيش نصيب وهو ده حال الكورة هي هي سبحان الله كورة القدم تحديدا فيها نوع من أنواع الدراما بيحصل بيخلي الواحد يحس زي الحياة واحد يكون حظه كويس واحد حظه مش كويس لكن فيه واحد بيخطط لحياته وفيه واحد ساب حياته ماشي كده نفس الفكرة طيب بس عشان بس من كلامك انت قلت انه مراقب المباراة رفض في البداية انه يأجل المباراة نص ساعة مراقب المباراة ده وظيفته نواكتب تقرير عن اللي حصل في المباراة هل بقى هيكتب في تقريره اللي حصل في المباراة شوفنا زجاجات الميارة تتحدف على الشناوي شوفنا الضغط الكبير اللي كان على العيبة هل هيكتب ده في التقرير؟ صوريخ وشماريخ ودوخان وليزر ده كان عيد ملايك كان مراقب المباراة طيب قبل ساعة مباراة بدأت بدايتها كده يعني كان برضو فيك تفات عنصرية ده المنتخب مصري كان فيها تفات عنصرية ده المنتخب مصري كل ده تم تسجيله وإبلاغ المراقب المباراة بهذه المنحظات عذرا لمقاطعتك انت شايف الحاجات الموجودة معنا على الشاشة ده صور من الصحف العالمية اه انسى على الحتة دي يعني ده رفرنس بتاعنا الصحف العالمية والصحاف العالمية بتتكلم موضوع الفتاة العنصرية التفات عنصرية كل ده تبلغ به براء مباراة ومراقب الامني لتابع الكاف ومراقب الامني اللي تابع للفيفا وعمل احتجاج رسمي من وق الجمعة طبعا المدير المنتخب تعمل يوم احتجاج رسمي نرجع بقى لقطة الليزر دي دي صحيفة ديليميلة بريطانية بتتكلم وبتقول ان محمد صلاح تم استهدافه بعشرات اقلام الليزر وعالفكرة صحفة زلسان برضو حتى نفس الصورة احنا حد شايفهش صلاح فبقى انا لوم صلاح انا هو داعي بالنتي او درك للترجيح هو مش شايف اصلا يعني انا لو حتى حتى مكان انت مش هتشوق مش هتشوف احنا مش شايفين ملامحه يعني ملامح صلاح كانت مختافية سبق لام الليزر طبعا دي امر يعني ممنوع تماما لو اتكتب ده في تقرير ممكن المباراة تعد طيب عشان برضو ده السؤال بقى مهم اوي هل المباراة ممكن تعد عشان الناس هتعد تفتكي السيناريو ماتش التوبة شهير اه تسفاكس علامة البعض 90 ماتش زنبابوي والفيلم اللي حصل على المتخم مصر واحد دربت شاشة وتحط على فكرة مكانش دمه وتقال ان هو مكروكروم وكان فيلم هندي كده اتعمل علينا وتعملت مخطط يعني كان مدروس ومباراة خطست لاخرها اعادي خالص وعدها فوجئنا بقرار اعادتها في مدينة اليوني الفرنسية وطبعا حلم كاسر عالم راح من المتخم مصر هل سيناريو زنبابوي ومصر يتكرر مع السنغال ومصر قولا واحدا كده للأسف ده مش هحصل اقصى عقوبة هتحصل للسنغال في غرامة مالية ده مؤكد وممكن حرمان من الجمهور وطبعا نما تحرم الجمهور وهيكون في تصفات المؤهية كاسر من أفريقيا سواء ماتش او اتنين او اربعة في كل احوال احنا عايزين بس نحنا نثبت حالة بالله حصل لو لم تعد المباراة نضمن عدم تكرار هذه التجاوزات في مستقبل كل شكرا حضرتك السيد عثمان ابراهيم الناقد الرياضي بنشكرك شكرا جزيلا شكرا لكم